اعتداءات ممنهجة يتعرض لها القضاة في تعز من قبل مسلحين نافذين من المستفيد من غياب سلطة القضاء في تعز؟ ولماذا يقف الجيش والأمن مكتفي الأيدي إزاء هذه الاعتداءات؟ أهلا بكم خلال يومين تعرض أعضاء السلك القضاء في تعز لخمسة اعتداءات من قبل مسلحين تابعين للجيش ونافذين من أقارب بعض القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة استمرار تعز في وضع لا تحرير وضعف الدولة جعل من المدينة بيئة خصبة للعصابات والنافذين لممارسة أعمال النهب والجباية والبص على ممتلكات المواطنين بل إن ذلك يأتم أحيانا من قبل نافذين تابعين لقيادات عسكرية وأمنية عليا في المحافظة إذن هل أصبحت جملة حميها حرميها كما يقال ملخصا للوضع في تعز؟ ردود فعل قادة الجيش بحسب إفادات بعض القضاء الذين تم الاعتداء عليهم لقناة بالقيس تفيد أن من يحكم تعز اليوم لا يسعى لإنفاذ القانون وتطبيق النظام بل يسعى لاستثمار في مناخ الفوضى وتنمية مشاريع النهب والبص والجباية فلماذا تتغاضى قيادات الحكومة والسلطة المحلية عما يحدث في تعز؟ وأل ستنتصر قوة القانون ويتم تفعيل مؤسسات القضاء؟ أن سيكون للمستفيدين من مشاريع الفوضى قول آخر؟ هذا جزء مما تعرض له القاضي منصور القباط على يد مسلحين تابعين لللواء 170 بتاعز على خلفية مشكلة عرضية بينه وبين أحد المواطنين يبدو أن عملية فرض حضور مؤسسة القضاء في تعز لم ترق للبعض خصوصا أولئك المستفيدين من مناخ فوضى السلاح وعصابات نهب ممتلكات المواطنين والبصط على أراضيهم نحن نشوف تركنا أولادنا تركنا أسرنا تركنا أن نفضلنا على أننا ننزل في تعز ونقيم القضاء رغم الظروف الصعبة رغم عدم إنكانيات بدأنا نقيم عاجلة القضاء من أولها من بدايتها نادي قضاة اليمن رفع مذكرة للنائب العام تطالبه بالتحقيق في حادثة الاعتداء على القاضي منصور القباطي وحادثة الاعتداء على المجمع القضائي التي وقعت في الحادي والثلاثين من مارس قبل مسلحين تابعين لأحد القيادات الأمنية في المحافظة ثم تلاها بعد ذلك الاعتداء على فضيلة القاضي منصور القباطي للمرة الأولى ثم تلاها بعد ذلك الاعتداء ومحاصرة القاضي محمود الصبري ثم تلاها بعد ذلك الاعتداء على فضيلة القاضي منصور القباطي للمرة الثانية وفي الأمس تم الاعتداء على فضيلة القاضي صلاح بقاش من أمس خلال يومين حصلت خمسة اعتداءات سلسلة اعتداءات ممنهجة يتعرض لها أعضاء الجهاز القضائي في محافظة تعز على مرءا ومسمع من قادة الجيش والأمن بل إن كثيرا من الاعتداءات كانت من قبل مسلحين تابعين لهذه القيادات منظمة سام للحقوق والحريات أدانت الاعتداءات الممنهجة التي يتعرض لها القضاة في تعز وفي عموم الجمهورية في ظل وضع الفوضى الذي تمر به البلاد منذ خمس سنوات وعدم استقرار وتفعيل مؤسسة القضاء في العاصمة المؤقتة عدن طول أمد الحرب أفرز كتلة من أمراء الحروب في المناطق غير المستقرة كعدن وتعز وغيرها الأمر الذي جعل محاولات إعادة عمل أجهزة القضاء يشكل خطرا على أعمالهم إذن مشاهدين الكرام في هذه الحلقة سيكون معنا القاضي أنور المجيد عبر الأقمار الإصطناعية من تعز وسينضمعه آخرون خلال هذه الحلقة بداية مساء الخير سيدة القاضي أنور مساء النور العافية أهلا بك وبدأت أن نود منك أن تضعنا في صورة الاعتداءات المتكررة والتي حدثت لمجموعة من القضاء خلال اليومين الماضيين ما أود التعليق عليه في البداية بأن التقرير الذي أبتدأتم به كان حادا على قيادة الجيش والأمن فليس كل الاعتداءات يرضى عنها قيادة الجيش والأمن نحن في تعز منطقة محاصرة ومنطقة تتواجد فيها عشرات القبهات والأفراد الموجودين في داخل تعز بلا شك يتبعون اللواء 170 أو اللواء 22 أو اللواء 17 وأفعالهم ليست كلها برضى قيادتهم ولم نجد أي فعل إجرامي طال القضاء بموافقة ورضى من قادة الألوية العسكرية أو قيادة المحور إذن ما هي ردود أفعالهم لما حدث؟ أو الأمن نعم ما يحدث هو أين القادة؟ أين القادة إذن في ظل ما يحدث؟ لاحظة ليس هناك رضاء عن الأفعال الإجرامية التي طالت القضاء هناك تقصير من قبل الجهات العسكرية والجهات الأمنية في ضد المعتدين هناك تراخي هناك عدم إنفاذ القانون عدم تنفيذ قرارات النيابة العامة هناك نوع من المحاباة في بعض الاعتداءات أما أن الاعتداءات هي بموافقة قيادة المحور بموافقة قادة الألوية ذلك ليس صحيحا نحن في منطقة عسكرية الأفراد المتواجدين في مدينة تعز أغلبهم ينتمون إلى تلك الألوية العسكرية لكن نحمل المسؤولية في الأول والأخير القيادة العسكرية والقيادة الأمنية في ضبط المعتدين وإيصالهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم سنكتشف بأن القيادة الأمنية راضية عن الاعتداءات حينما لا تنفذ قرارات النيابة العامة التي حددت المتهمين بأسمائهم وصفاتهم وإلى أي وحدة عسكرية ينتمون عندما يصل قرارات النيابة العامة إليهم ولا ينفذونها عندئذ ستتضح الحقيقة بأن قادة الألوية وقيادة المحور وإدارة الأمن راضية عن الاعتداءات على القضاء بل تسعى إلى تعطيل عمل المحاكم والنيابات في مدينة تعز نعم هل النيابة تستطيع ضبط هؤلاء المعتدين أم أن الأمر مخول لقياداتهم العسكرية النيابة العامة ترفع إليها الدعاوي والبلاغات والشكاوي ويتم تحديد المتهمين من قبل المعتدى عليهم وعليها أن تقوم بتكليف المتهمين بالحضور عبر الوحدات العسكرية وعبر قادة الألوية التي ينتمي إليها المعتدين وعبر قيادة المحور أو إدارة الأمن فعندما لا تقوم تلك الوحدات العسكرية بواجبها عندئذ نحمل القيادة العسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة على الاعتداءات على القضاء ما حصل يا أخت العزيزة ما حصل أنه تم اعتداءات في الآوينة الأخيرة وللأمانة تم ضبط بعض المعتدين القاضي منصور القباطي تم ضبط المعتدي عليه وهو الآن في السجن المركزي بعض المعتدين على القاضي المناوب لمحكمة غرب تعز الابتدائية تم ضبطهم وإيصالهم إلى السجن المركزي والآخرون تم تكليفهم بالحضور وغدا سنرى تنفيذ قائد المحور لقرارات النيابة العامة بالقبض قهرا وإيصالهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وإرسالهم إلى السجن المركزي هنا قضايا تم الاعتداء فيها على قضاء كالقاضي عبد العزيز الراجح رئيس الشعبة المدنية التي تم رمي قنبلة إلى بيته ورصاص ولكن لم يحدد منهم المعتدين مجهولين قضايا كثيرة تم الاعتداء فيها على قضاء والفاعلون مجهولون أيضا تتحمل الجهات الأمنية مسؤولية ذلك كونها عاجزة عن الكشف عن الجريمة وعن ملاحقة المجرمين أيا كانوا نعم إذن اسمح لنا سيادة القاضي أن ينضم معنا أيضا القاضي منصور القباطي القاضي في المحكمة السجارية بتاعز عبر الهاتف منتعز مساء الخير قاضي منصور مساء النور والعافية أهلا وسهلا بكم أهلا بك حضرتك أحد نعم حضرتك أحد القضاء الذين تم الاعتداء عليهم خلال أيام الماضية وحسب حديث القاضي أنور فهذا الاعتداء الثاني عليك احكي لنا من الذي حدث لك اللي حدث أن منجموعة من الأفراد التابعين للدواء مئة وسبعين يعني لا هم جهات أمنية ولا لهم اختصاص في حل قضاء المواطنين ولا لهم أي اختصاص في نقامة من إقراءات حاولوا يدخلوا في قضية يعني مفتعلة القضية مفتعلة ليس لها أي يعني لا تحتاج أن نذكرها حتى فقاموا في اليوم الأول بنقلي طربي من البيت وقاموا بحقزي في مركز الدران وأخذوا سلاحي وتلفوني واحتجزونا من دلتر متر ساعات حتى حضروا بعض القضاء وتفاهموا معهم وعادوا لتلفوني وعمزوا وخلقت فيها في المرة الأولى ذهبت إلى رئيس محكمة الاجتماب وطلبت من القاضي أحمد الحمودي أن يضع حد لهذه المهزلة التي تتم ضد القضاء وستدعى القائد اللوة 170 وحضر للموقف وطلبنا من القائد اللوة 70 أن يقوم بقرض على المتهمين وأحضرهم للتحقيق فكان يعني يعطينا وغود للم تنفذ وفي اليوم الثاني الثاني ذهب للبيت على وغود أنه سيتم القرض عليه على هذا المتهمين وحضرهم إلى تجن الاستخبارة العسكرية هل تم القضاء عليهم لا لم يتم القضاء عليهم تفاقعتوا بالصباح يوم الثاني أن يحضر هذا المتهم وإصابتهم مسلحين برشاشات ومدافع وأسلحة ثقيلة ما نتصورش أنا كنت أعتقد أنهم رائحا يحرروا جبهة كبيرة فإذا بهم يحضروا إلى غرفة النوم وأدنى نوم السابعة صراحا ويأخذونا من البيت يقتحموا البيت يخطفون اختطاف ويأخذونا أمام العالم كالمدرم يعني ويقوموا ويأتدع عليها على طول الطريق وحتى وصلنا إلى المركز وقاموا بيأتدع عليها مرة أقابل أسلحة بكل أنحى الجسم ويأدعونا غرفة من الغرفة الموجودة عندهم بعد تجريد من الأسلحة من المتلفون الشخصي من البطائقين من كل شيء يعني 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 هذا يقري مع قاضي صوري أي شيء يقري مع المواطنين في هذا المركز نعم لماذا برأيك تزايدت هذه الاعتداءات؟ معهم سجل خاص داخل المركز لا لهم حق فتحنسي يكون خاصة يعني نعم لماذا تزايدت هذه الاعتداءات على الجهة القضائية؟ كيف يا صدر؟ لماذا تزايدت هذه الاعتداءات في العونة الأخيرة على سلك القضاء برأيك؟ أنا أستطيع أقولك حاجة تضر هناك في أصحام صالح تضرروا من عودة عجلة القضاء إلى تعز هناك من كان من يقوموا بنهاب الأراضي العامة والخاصة وملاك المواطنين جون راجع لهم في فترة سارقة وعودة القضاء وعودة القضاء إلى شكل لهم عائق وقيد حركتهم فهذه تم الترتيب من قبل هذه العصارات المستفيدة مع بعض وسائل العلام والمواقع الإلكترونية وشكلوا يعني توحد ضد مؤسسة القضاء طبعا هنا الخسرا في هذه الاتداءات التي تم عقبها وهي تعز بكل فئاتها وكل أبنائها وكل فئاتها ماذا يكسب المسؤولين أو قادة الألوية الذي هم مهن هؤلاء المتهمين ويقوموا بعمل مظلة لهؤلاء الأشخاص مقابل ما تخسروا تعيد إذا كان إذا كان هناك فنحن نقلل ونحترم الجيش الوطني طبعا لا مشكلة مع القبار ومع الجيش الوطني لا خارج هناك مشكلة مع بعض منتسبي هذه الألوية والذي يوفر لهم الحماية من قبل بعض قد هذه الألوية نحن نحن بحاجة إلى وقف جدة لعادة القبار إلى وحيبة القبار في كل أمحان الجمهورية لا دولة بدون قبار لو نحن نحن تركنا كثير من المغريات ونزلنا في ظروف صعبة في تعز في أيام كانت يطرق على تعز الإرهاب وأنه وكل الإرهاب وحاولنا عادة عاقلة القبار لإقامة المسجد القانونية وهذا الحياة إلى تعز لكن نفاجأ في الأخير أننا نفاجأ بهذه الأشخاص التي تسيطر على المشهد نحن نطمح إلى وجود جولة عادلة للجميع للجميع عين أما في وضع في هذا الوضع يعني باقي كرامتنا نفرط باقي كرامتنا هذا صعب نحن نستمر في هذا الجانب نعم قانونيا كيف يفترض أن يتم حل هذه القضية التي طالت يعني وطالت أسرتك أيضا بتهديدهم ووجود هؤلاء المسلحين بالأسلحة الثقيلة أمام بيتك طبعا هذه المشكلة ليس مشكلتنا وهو واحد كل المشاكل يعني في عائق أمام كل المشاكل التي التي يتم التعامل المشاكل التي تحدث مع القضاء المفترض أن يتم التعامل معها كوقاعة عادية المفترض أن يتم التعامل معها بجدية وحزم وسرعة رادعة لأن لو فرطنا بهذهبية القضاء فرطنا بالقضاء برمته فرطنا بالأدالة تلاحظون كل القضاء التي حدثت إما أن هناك مسؤولين يحاولون أنهم يغطوا يستروا على بعض المتهمين أو هناك بعض المتهمين الذين لم يتم كشف معرفتهم بسبب ضعف المؤسسة الأمنية بإجراءات سرعة ورادعة وأدم استشعارها لخطورة الوضع الحادثة التي تتم تدعى قاضية أو مستقضائية من هذا القريب هنا لابد من استشعار كل المسؤولين على أن هذه الأفعال تمشكل خطورة 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 فضحة على تعز برمتها وعلى القضاء وعلى المسؤولة أين دور السلطة المحلية فيما حدث لسلك القضاء بشكل عام من اعتداءات متكررة ومتوالية والله دور السلطة المحلية لا نقول منعدهم لكن أغلب القضايا تنتهي بصلح ورفق قبلي هذا شكل تشجيع لبعض المتهمين عندهم منازل إجرامي في تكرار مثل هذه الحوادث لو كان الجهات الأمنية والجهات المختصة تكف في وجه هذه الأمل القطيرة بقوة وعدم التساهل في مثل هذا الحوادث وحوادث تقديمهم للأدالة وإظهار هذا الرأي العام لما فكر أي شك مرة أخرى على ماستقضائية أو قاضية أو أو هامل في القبع نعم إذن شكرا جزيلا لك القاضي منصور القباطي قاضي المحكمة التجارية كنت معنا عبر الهاتف من تعيز عود إليك قاضي أنور ربما استمعت لحديث القاضي منصور الذي أعاد أسباب تزايد الاعتداءات على السلك القضائي في الأونة الأخيرة بأن هناك من يريد إعاقة عجلة القضاء التي بدأت بالتحرك وبدأت بإثبات وجودها في المدينة ما رأيك لا نختلف مع القاضي منصور القباطي القاضي المعتدى عليه بقضية إجرامية خطيرة لم تشهدها تعز من قبل المتأمن لتاريخ تعز هو احترام القضاء واحترام هيبة القضاء فأخلاق أبناء تعز فأخلاق أبناء تعز توقب عليهم احترام المؤسسة القضائية وأن هذه الحرب أفرزت لنا جيلاً مسلحاً لا يعرف مكانة القضاء ولا هيبة القضاء تم منحه التقومات المسلحة ومنحه المال فيرى نفسه هو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويرى أن المحاكم التي يعمل فيها القضاء هي عبارة عن عمارات يحق له اتحامها متى أراد ويرى أن القضاء رعية من رعاياه يملي عليهم ما يريد ولكن ليس معنى ذلك أن أبناء تعز يوافقون هذه العصابات الفوضوية وهؤلاء الذين أفرزتهم هذه الحرب إنما الجيش والأمن والقضاء والوجاهات الاجتماعية كلهم ضد هذه الأفعال الفوضوية التي تقوم بها عصابة نهب الأراضي والأفعال الفوضوية التي تمولها أياد خارجية تريد العبث بأمن وإستقرار تعز من المستفيدين من ضعف سلطة القضاء في تعز برأيك المستفيد من ضعف سلطة القضاء هي عصابة نهب الأراضي هم المتنفذون المستفيد من ضعف القضاء في تعز وتعطيل عمل تعز هم من يريدوا لتعز أن تتحول من سلطة الدولة إلى سلطة ماليشيا القضاء البلد الذي لا يحترم فيه القضاء لا يمكن أن نطلق عليه دولة المستفيد من ضعف القضاء وتعطيل عمل المحاكم والنيابات في الأول والأخير هم الطرف المعادي لتعز هم الطرف الذي يريد لتعز أن ترفع المنظمات تقرير عنها بأنه يحكمها شريعة الغاب هؤلاء هم المستفيدون من تعطي العمل المحاكم والنيابات ومن غياب العدالة في تعز نعم إذا نادي القضاء رفع مذكرة للنائب العام بخصوص الاعتداءة التي تعرض لها القضي منصور القباطي والمجمع التي تهجم عليه هشام عبدالواحد سرحان كما جاء في المذكرة ما الذي تتوقعون أن يتم أو يقوم به النائب العام بالنسبة للنائب العام يمثله رئيس نيابة محافظة تعز وقد قام رئيس النيابة بواقبه القانوني بأن أحال البلاغات المقدمة من المعتدى عليهم إلى أعضاء النيابة المحققين وقد قام أعضاء النيابة المحققون بالإستماع إلى المعتدى عليهم ثم تكليف المتهمين بالحضور عبر القادة العسكريين الذين يتبعونهم تم القبض على بعضهم وننتظر في يوم غد وبعد غد القبض على الآخرين نعم إذن دعني أسألك قاضي أنور كونك المسؤول الإعلامي لنادي قضاء تعز ربما أشار القاضي منصور القباط للضعف الإعلام لدى سلك القضاء وهناك من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي في تشوي صورة القضاء وإبراز القضايا خلاف ما هي عليه بالأصل كسب تعاطف الناس وفرض ما يريدون إملأه حتى أنه ذكر في تصريح على القناة بلقيس أن هناك من يهدد بأن إن لم يتم الإفراج عن أحد المتهمين سأصل الأمر لوسائل التواصل الاجتماعي وكأنها أصبحت البديل الذي يفرغ فيه الناس شكواهم هناك بالنسبة للقضاء إعلامه هو إعلام الدولة الرسمي القضاء هو مؤسسة من مؤسسات الدولة فالجيش والأمن مهمتهم تنفيذ قرارات القضاء والإعلام الرسمي مهمته أيضا إظهار ما يريد القضاء إظهاره القضاء لا يحتاج إلى إعلام مستقل ولكن على جميع الوسائل الإعلامية أن تقف مع القضاء وفي صف القضاء فيما يحتاجه الآن في تعز نحن نمر بمرحلة خطيرة وهي اعتداءات متكررة خلال 48 ساعة تم الاعتداء على أكثر من 6 قضاء هذه اعتداءات ممنهجة وممولة لو تنظرين إلى مواقع التواصل الاجتماعي سوف ترين حملة شرسة تهدف إلى تعطيل عمل المحاكم والنيابات يعرف الجيش والأمن من يقوم بهذه الحملة ومن يمولها وما الغرض منها فالإعلام للقضاء هو إعلام الدولة الرسمي والوسائل الخاصة لا بد أن تقف مع القضاء لأن وقوفها مع القضاء هو وقوف مع أبناء المجتمع بشكل عام فالقضاء هو الملاذ الآمن ومتى هدمنا هذا الملاذ الآمن بقي الناس بدون ملاذ وتحكم في رقابهم وأموالهم وأعراضهم عصابة النهب ومشائخ والمشائخ الناتذين الذين لا يفقهون من الشرع والقانون شيء يحكمون بموجب القوة وبشريعة الغاب نعم إذن شكرا جزيلا لك القضي أنور المجيدي المسؤول الإعلامي لنادي قضاء تعز كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من هناك وينضم معنا عبر الهاتف القضي عبدالفتاح القميري عضو نيابة غرب تعز مرحبا بك برأيك عن توقيت هذه الاعتداءات لماذا بدأت كل هذه الاعتداءات خلال فترة قصيرة على أعضاء سلك القضاء أولا الشكر الجزيل على هذا البرنامج الذي يصل طبو على قضية هامة تهم الوطن أجمع وليس سريعة معينة ما يجب أن نلفت نظر العام بأن القضاء هو الملاب الجميع وهو اللبنة الأساسية لاستعادة الدولة المدنية الحديدة السطرة من أجلها تضحيات الجسام وإيمانا من رجال القضاء بأهمية تفعيل معسسات القضاء في هذه المحافظة الباسلة ورغم الغروف التي يمتمر بها المحافظة من حصار خانق طيلة الخمس السنوات الماضية وبالإمكانات المتاحة عاد القضاء إلى محرابه شامخا دون مقرات حقيقية وحماية كافية لها وغيرها من المعوقات ولم تقف جميعها عائقا أمامها ولكن للأسف الشديد هناك ثلة فاسدة في هذه المدينة أزعجها عودة مؤسسات القضاء تعمل بشكل منهج ومنظم على تقويض أعمال السلطة القضائية بالمحافظة والتي بلغت دروتها خلال أيام الأخيرة بالاعتداء على عضاء السلطة القضائية جسديا وإطقحان مقراتهم القضائية وحرمة منازلهم وشم حملة إعلامية من شعواء ومضللة على وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي للنيل من شرف مهنة القضاء وقدسيته وتعطيل أعماله لكي تعود هذه المدينة كما يتوهمون إلى المربع الأول الذي كانت عليه قبل تفعيل مؤسسات القضاء الذي توقفت جراء الحرب الغاشمة نعم إذن بريك من الذي يتحمل مسؤولية ازدهار كل هذه الفوضى وسياسات التخريب على حساب الدولة وأجهزتها في تعز من يتحمل تلك المسؤولية من يجب عليها أن يقوم بها وفقا للقانون المؤسسة الأمنية التي يجب عليها أن توفر أولا الحماية الأمنية الكافية للمقرات القضائية والذي تنصرت عن القيام بواجبها بتوفير الحماية الأمنية رغم الاتفاقات والعودة المتكررة في هذا الشام وأيضا من يجب عليهم القيام بسلطة الضبط وتنفيذ أوامر القضاء في ضغط المعتدين هم من يتحمل تلك المسؤولية الكاملة نعم إذن برايك ما هي مسؤولية مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل يعني بحيث يتم على الأقر رفض مجلس القضاء بجهاز أمني قوي مثلا يستطيع حماية أعضائه من مثل هذه الاختلالات كان العمل بيوتيرة جيدة من سابق على إنشاء الشرطة قضائية تتبع الجهاز القضائي ولكنها لم تفلح تلك الجهود ولم تخرج إلى النور ونأمل على مجلس القضاء العمل بشكل دؤوب على إنشاء هذا الجهاز القضائي لحماية مقرات السلطة القضائية وعضائها وتنفيذ الأوامر القضائية بشكل ثلث أيضا يجب على نادي القضاء في هذا الصدد سواء في نادي قضاء اليمن أو سواء فرع النادي في المحافظة بمتابعة تحريك الدعاوي على هؤلاء المعتدين باعتبار تلك جرائم لا تسقط بالتقادم مهما طال الوقت أو قفر يجب على المجتمع المدني سواء ومنظمات المدنية والحقوقية ونطبط المهانئين الوقوف صفا واحدا إلى جانب قضائهم لوضع حد لهذه الاعتداءات التي تنال من قضائهم وتعمل على إضعافه وتقويض أعماله يعمل نادي القضاء حاليا على متابعة تحريك الدعاوي الجزائية على المعتدين واتخاذ الإقراءات القانونية الكفيلة بضبطهم بإصقاف سبط الضبطية القضائية على مأمورية الضبط القضائي في حال عدم قيامهم بواجبهم القانوني من ضبط الجناء والذي يعني إستقافة الضبطية القضائية عزل مأمور ضبط القضائي أو نقله من عمله نعم إذن سيدة القاضي عبد الفتاح ابقى معنا سأعود إليك بعد أن ينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية المحامي والناشط الحقوقي عمر الحميري من تعز مساء الخير أستاذ عمر مساء الخير مرحبا سيدتي بضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الكرام أهلا بك أستاذ عمر كيف تتابع مسلسل الاعتداءات المتكررة على أعضاء سلك القضائي في تعز هناك اعتداءات من أفراد الجيش وأيضا المجمع تم تهجم عليه من قبل ابن مدير الأمن السياسي عبدالواحد سرحان يعني كما يقال حاميها حرميها أو ماذا في الواقع ما يحدث اليوم في مدينة تعز من تهجم وتعدي وقرائم متسلسلة ومكرسة ومنظمة وممنحجة تستهدف القضاة هي عبارة عن آخر القلاع التي يجب التي يستهدفها هؤلاء المحسوبين على الدولة وهم في الأصل عبارة عن رجال عصابات هدفهم الأساسي السطوع الأراضي ممارسة الانتهاكات ويشعرون بأن القضاء هو المهدد الحقيقي لوجودهم ولمصالحهم وبالتالي وجدوا من خلال تواجد القضاء خلال العامين الماضيين وعودته إلى محافظة تعز وعودة القضاء القضاء لممارسة أعمالهم وواجباتهم ومهامهم وحفظ حقوق الناس ومصالحهم وهذا ما يشكل تهديدا لمصالح رجال العصابات المحسوبين للأسف على الجيش الوطني في كثير من هؤلاء وبالتالي هناك استهداف منهج اتقاه القضاء يمارسه هؤلاء الأفراد العصابات بدون رادع وبدون رقيب أو حسيب من قيادتهم ومن قبل مسؤول عليهم من قادة الألوية قيادة المحور استخبارات العسكرية وشرط العسكرية هناك نوع من غضة طرف نقيد الكثير من القرائم إذا لم يبادر نادي القضاء بإصدار بيانات ومناشدة وشكاوى وتحريك دعوة جنائية فإن هذه القضايا تميع وتموت هناك نوع من محاولات غضة طرف وأيضا الوقوف في جانب المعتدين لا الوقوف في جانب القضاء من قيام من محاولات تصالح بالضغط على القضاء للتنازل عن شكاويهم محاولة تميع القضايا تحت مبرر ظروف المرحلة وأن هؤلاء رجال قبهات بينما هم بعيدين كل البعد عن القبهات ورجال الشرف الذين يقاتلون الحوثي في الميدان هؤلاء هم شغمة يعني طغمة من الصعاليك من الأشخاص الذين يهددون أمن المدينة ويقوضون مصالحها وأيضا يقوضون مشروعها الوطني والمدني الذي تسعى إليه والذي ضحت هذه المدينة بالآلاف من الشهداء وضحت بخمس سنوات من الحرب في سبيل التصدي لميليشيات الحوثي ولن تستقبل تعز ولن تقبل أي مشروع ميليشيوي أو مشروع عصابات يحاول أن يفرض نفسه على هذه المدينة وبالتالي وقدت هذه العصابات وقدت في القضاء مهدداً حقيقياً لمصالحها وعاملت إلى الاعتداء على القضاء هذه القضايا هذه القرائم استمرت خلال العشرة أيام الماضية وخلال الأربع الأيام الماضية بالتحديد بشكل مكثف وصلت إلى عشر قرائم خلال أربعة أيام وهذه حالة غير مسبوقة لا في اليمن ولا في الوطن العربي وأعتقد أنه لم يحدث في العالم أن تم الاعتداء على عاشرة قضاء خلال أربعة أيام هذا استهداف ممنهج وليم كان قول بأنها حالات فردية أو أنها عفوية وبالتالي يجب التصدي بقوة لهذه العصابات ولمشروعها نعم دعني فقط أعود للقاضي عبد الفتاح سيادة القاضي يعني أود أن أسألك أين قيادة السلطة المحلية من هذه الاختلالات هل يعقل أن يتم الحديث من جميع وسائل الإعلام من الناس الذين ضجوا بكل هذه الاختلالات والفساد القائم من هذه الأجهزة العسكرية والمسلحة بواقع اعتداءات متكررة على القضاء فأين هي السلطة المحلية كان المتوجب على السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية المشارعة في ضبط المعتدين لا عدم ضبطهم وتشجيع من يقومون بالتشويه والتحريض الأعلامي الذي يتناول قرارات أحكام القضاء الغير النهائية والتعليق عليها بالناقد وهي ما تزال محل نظر القضاء في القضية الأخيرة التي لاقت ضجيجاً إعلامياً بإزالة البيت الخاص بكلك المرأة المدعى النائحة في خاض في وقاياها الخائبون ووصل الحد بذلك إلى التحريض بالقاتل على القاضي من صدر القرار الإزالة في وصائل التواصل الاجتماعي والنيل من القضاء والتهمين بأنواع التهم المستوجبة للمحاكمة ممن صدرت عنهم ورأينا كيف نصب كل واحد نفسه قاضياً فيها ولو نظرنا إلى هؤلاء نجدهم من غير المتخصصين أو من المتخصصين الذين لم يعرفوا عن تفاصيل هذه القضية سواء ما نشر في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من بعض الأطراف ذوي المصلحة الذين تناولوا القضية بما يخدم مصالحهم فيها فلكم وللمشاهد الكريم أن تتخيلوا كيف تم التجيش المجتمع لتشكيل رأي عام حول هذه القضية مما يعد ذلك تحديداً خطيراً لاستقلال القاضي الذي ينظر هذه القضية وتحديد حياته أيضاً بعد تحريض العالمي بالقتل عليه رغم أن القانون قد قبل لكل أطراف الدعوة القضائية ومنهم صفاء ومصلحة فيها ممارسة حقوقهم المشروعة في التضل من تلك القرارات والاعتراب عليها واططعن عن والطعن في الأحكام التي يصدرها القضاء ولا داعي لتناولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومناقشتها وإداء الرأي بشانها وإن كان قانون الصحافة والمطبوعات يحضر النشر عن وقاع التحقيق أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر تير العدالة والتحريض في استخدام العنف والإرهاب وقبط تشجيع اجتماعات الآخرين وأفرد عقوبة أيضاً في حالة مخالبة ذلك بالحبس والغرامة والمصادرة وما يجب على وسائل الإعلام أيضاً الصحفيين ومرتادية التواصل الاجتماعي التميذ بينما هو نقداً للوظيفة وبينما هو مساساً بشخص الموبط العام وليس إليه فالأول يبيحه القانون إذا توافرت شروطه والآخر يقرمه القانون في كل الأحوال ويعاقب على ذلك بالحبس نعم شكراً جزيلاً لك القضي عبدالفتاح القميري عضو نيابة غرب تعز كنت معنا عبر الهاتف من هناك عودة إليك أستاذ عمر أستاذ عمر سألت القاضي عبدالفتاح حول غياب السلطة المحلية فعلاً أين هي الحكومة المحافظة المجتمع المدني من كل هؤلاء الذين ذكرتهم في إجابتك السابقة يعني هؤلاء النهابيين والجبا ومجموعة الصعالي كالذين وصفتهم يقوضون أجهزة الدولة في تعز هل يعقل أنه لا أحد قدر عليهم في الواقع إذا نظرنا إلى أبرز القضايا والقرائم التي مورست ضد القضاة نجد أن مرتكبيها هم من قادة المجامي أو أبناء قادة من الطراز الأول من قادة الصف الأول في الجيش والمؤسسة العسكرية وبالتالي فإن هذه القرائم هي قرائم يحكم الكثير من رجال السلطة المحلية أو الآمن عن مواقهتها بقوة نظرا لمحسوبيات ومصالح مشتركة وهناك نعمل التماهي بين المصالح بين هؤلاء وبالتالي تسقط هذه الحقوق ونحن نعلم جيدا أن الاعتداء على قاضي هو اعتداء على كامل المجتمع ولا مص القاضي بشخصه لأن القاضي بإمكانه أن ينتقل إلى محافظة أخرى ويعمل في مكان توفر له بيئة بيئة أعمال آمنة ولكن المجتمع هو المتضرر من غياب القضاء والأكفاء وأصحاب الخبرات ولن يكون البديل إلا من أصحاب الخبرات الأقل والأشخاص الذين يتم تصعيدهم من موظفي وكتبت المحاكم نحن نشاهد الآن عزوفا من جانب الكثير من القضاء من العودة إلى محافظة تعز نتيجة الاعتداءات المتكررة على القضاء نشاهد أن هناك إحجام وهناك أيضا رغبة لدى الكثير من القضاء بالمغادرة محافظة تعز لو لا سشعارهم للمسؤولية ولولا علمهم بأن هناك مصالح ستضيع خلال الأيام الماضية خلال الثلاثة الأيام الماضية ورغم أنها إيجازة قضائية نتيجة للاعتداءات التي استهدفت القاضي أنور المجيدي والقاضي منصور القباطي وغيرهم من القضاء هناك إضراب عن العمل رغم أنها إيجازة قضائية ولا يعمل سوى القضاء المستعقل ولكن هناك ضرر نتيجة هذا الإضراب يستشعر القضاء مسؤوليتهم ويودون العودة للعمل ولكن لا يمكن للقاضي أن يعود للعمل وهو لا يقد إنصافا من جانب سلطات العسكرية والأمنية التي بإمكانها أن تقبض على هؤلاء المعتدين ولكنها لم تحرك ساكنا يتم التعامل مع المعتدين وكأنهم أطفال مدللين وهم بالفعل لهم أطفال مدللين لقادة العسكريين وهناك مصالح مشتركة بينهم ولم نجد ولم نشعر أن هناك نوع من الحزم تجاه قضايا التي تمس القضاء ندرك جيدا أن الاعتداء على قاضي هو اعتداء على كامل المجتمع وأن استشعار القاضي الخطر هو يعني أن المواطن بدرجة أولى هو أيضا معرض للخطر إلى من يلقى المواطن عندما يكون القاضي بنفسه يتعرض للقناية ولا يقد الإنصاف ندرك جيدا أن القضاء هي مؤسسة مستقلة عن السلطة المحلية وعن المؤسسة العسكرية والأمنية وهناك ضامن دستوري يضمن الفصل بين السلطات ويقبر هذه السلطات التي تدخل في عملها لأن هذه السلطة القضائية تسمع على جميع السلطات وهي السلطة التي تفصل في النزاعات التي تنشأ بين السلطات نفسها أو السلطات والمواطنين وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من استشعار لقدر هذه المؤسسة والدستور والقانون اليمني ضمن هذه الحصانة بنصوص قانونية تقرم إهانة القضاء والمساس بالقضاء والاعتداء عليهم وأيضا التدخل في القضايا أثناء سيرها منعا لإنعدام ضمانات العدالة وتقنبا لإنحياز قاضي مثلا لرأي عام مضلل أو منحاز أو يستقوي بأدوات إعلامية وهذه أمور للضمانات يجب أن يهتم بها الجميع عند هذه النقطة مسألة الإعلام وكيف أنه ربما يضلل بعض المعلومات وأنت أحد الذين كشفوا بعض خبايا القضية التي تم تناولها في وسائل التواصل الاجتماعي وهي قضية المرأة التي تمها بيتها وأظهرت كمية المغالطات في ما حدث وكمية الاختلافات في القول برأيك كيف يؤثر الإعلام سلبا على أداء القضاء وكذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الأساس أن القاضي هو سلطة مستقلة تنظر إلى جميع الأطراف بالتساوي حياد القاضي هو الضامن الحقيقي للعدالة عندما يشعر المواطنون والأطراف جميعا مدعين ومدع عليهم مقني عليهم أو متهمين يشعرون بأن هناك سلطة غير منحازة لأحد الأطراف فإنهم يشعرون بأن هناك ضمانات العدالة ويقدمون ما لديهم وينتظرون حكما عادلا من هذه السلطة ومن هذا القاضي ولكن عندما يتم استخدام أدوات إعلامية للضغط على السلطة القضائية والتدخل في قضية منظورة أمام القضاء هذه قريمة يعاقب عليها القانون بالحبس كل من يتدخل في سير إقراءات التقاضي في قضية منظورة أمام القضاء هذه قريمة لأنه يترتب عليها اختلال ميزان العدالة يترتب عليها أن يتضيع حقوق وأن أيضا يحدث إيرباك في المشهد ما حدث في قضية المرأة هو نوع من التدخل في شأن القضاء القضاء عندما القاضي يقرر قرارا معينا سواء كان إقراءا وقتيا أو كذا فإن القاضي ينظر إلى هذا الأمر بعين الاعتبار للقانون ولا يقدم على اتخاذ أي قرار إلا بعد ما يكفي من أدلة أو ما يكفي من إقراءات ضامنة وبالاستناد القانون هناك الكثير مما يجب شرحه ولا يعلمه المواطنون والبسطاء والذين ينظرون إلى القضايا بسطحية كما يقدمها بعض السطحيين الذين لا يعلمون ما تدور في داخل أروقة القضاء من مغالطات من أحيانا تضليل العدالة من قبل أطراف بمحاولة الأسطل على أملاك آخرين ولكن القضاء هو الضامن لهذه الحقوق هو الذي ينظر إلى الجميع بعين المساواة بعين العدالة ولا يجوز استخدام الإعلام للضغط على القضاء في مصلحة أحد الأطراف هناك نوع من الاستغلال في قضية المرأة هناك نوع من السوء النية لدى أحد الأطراف تم فبركة أمور وتقديمها للإعلام بصورة مغايرة للواقع عندما تم كشف بعض الأمور هدأت الأصوات وفعلا لقأوا بعد أن كان هناك الكثيرين يحرضون ضد القاضي ويهددون حياته أصبحوا يلقون يقولون هذه القضية لا نفصل فيها غير القضاء إذا كانت مرافعة واحدة عبر منصة التواصل الاجتماعي تغير رأي عام فإن القاضي ينظر يوميا العشرات من المرافعات يقدمها محامون مسنودة بالأدلة والبراهين والقاضي هنا أمام مسؤولية كبيرة لأنه ينظر إلى جميع الأدلة وينظر إلى جميع الإقراءات بحرص وعناية ونحن نعلم أن القضاءات اليوم في مدينة تعز وفي جميع عموم القمهورية هناك ضغط كبير عليهم في عدد القضايا نظرا لأن عدد القضايا في جمهور يمني بشكل عام لا يتناسب مع عدد المواطنين ومع عدد الاختلالات والقضايا التي تصل إلى القضاء كل يوم يعني عندما نشاهد في قدوة أحد القضايا عشرين قضية في اليوم كيف للقاضي أن يفصل في هذه القضايا كلها ولكنهم يتحملون الضغط من أجل إحقاق العدالة هناك نوع من أحيانا تحصل أخطاء نعم لا يوجد أحد من البشر معصوم الخطأ ولكن يجب علينا أن ننظر إلى جميع القضايا من جميع الزوايا وأن لا نتدخل في شأن العدالة وأن لا نقحم العدالة في مناكفات سياسية أو إعلامية أو حزبية تقديسا لدورها ولمهامها لأنه عندما يتضرر القضايا فإن المجتمع هو من يتضرر وإلا في القاضي فإنه يقوم بمهمة عادلة وبإمكانه أن إذا لم يجد الاحترام والقدر الكافي من الأمان والتقدير وأيضا ضبط المعتدين عليه فإن بإمكانه أن يضرب عن عمله له مبرراته والمتضرر هو المواطن وحده لا غير وبالتالي جميع من يتدخلون في شأن القضاء ويحاولون النيل من القضاء سواء كانت لهم أسباب ومصالح يريدون من خلالها تقويض القضاء لمصالح العصابات والمشايخ والأشخاص الذين لديهم مصالح في غاب القضاء أو الأشخاص الذين يهرفون بما لا يعرفون ولا يعرفون حدود ما ينصو عليه القانون من أنه لا يجد أن تدخل في قضاء لأن نصحهم بالابتدعات والكف عن هذه الأساليب شكرا لك واحترام القضاء واحترام رسالته المحامي ونشط الحقوقي عمر الحميري شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز أشكلكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء نيمنين جديد كونوا براية الله وعمل شكرا لك شكرا لك